تخيل أنك تكون كافل لحافظ القرآن اليوم قصتنا من غزة فلسطين حيث الطفلة المحفظة ملك محفظة القرآن في منطقتها هذه الطفلة اليتيمة الأب والتي تكفل بها محسني قطر الخيرية كانت أمها حريصة على تعلمها القرآن في طفولتها وقبل بلوغها سن 16 سنة كانت أنهت حفظ القرآن وبدأت تحفظه لغيرها واليوم هي تطمح لدراسة العيون والحصول على إجازة القرآن بسند متصل نعم الشخص هو كافلك يا ملك وأنت بعد تراك تقدر